ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هنتكلم على برج الجوزاء هنتكلم اكتر على توقعات العاطفة لعام 2022 بالنسبة لنا يا برج الجوزاء عندنا الوضع العاطفي هيكون قد ايه جيد جدا جدا ويكون في كتير من الخطوات الجيدة في الوضع العاطفي في بعض الفترات يعني عندنا في الوقت فيه اوقات بتكون ايجابية واوقات طبعا هتكون ضغطة شوية نفسيا او عاطفيا او ده بيأثر على ده لكن الوضع العاطفي اكتر الايجابية اللي هتيجي من ناحيته هتكون شخصيات غير ثقافتك او شخصيات غير جنسيتك لان مبدئيا برج الجوزاء اصلا انت هيكون عندك تطلعات دايما خارجية طيلة العام يعني اما بتبقى عندك تطلعات خارجية ناحية الصفر او ناحية تعاملات مع شخصيات غير جنسيتك او غير ثقافتك فبالتالي هيكون عندك الوضع العاطفي انك بتميل الشخصيات دي بتميل الشخصية هي غير ثقافتك او غير مجتمعك او غير اللي انت اتعودت عليه بالنسبة لك كمان يا برج الجوزاء هيكون عندك او الاكتر في الامور العاطفية ان هيكون خلال هذا العام انك رايد استقرار اكتر عايز حب عايز اهتمام عايز اهتمام من نوعية معينة او خايف على الحبيب الناس المرتبطة خايف على الحبيب خايف انك تخسره خايف ان انت تصاب مثلا بمشكلة ما تلاقيش حد جنبك فتحس ان هو لا يوقع اكتر حد يقف معاك كاينك بالزبط عايز تيتغض في حضنك كده خايف عليه ان هو يهرب منك او يضيع منك فعندك النقطة دي كتير برج الجوزاء كمان للناس المنفصلين هيكون عندك حنين الى الماضي وبشدة وبشدة يعني الناس اللي هم مش مرتبطين هيبقى عندك انك عايز استقرار جدا جدا وهتلاقي نفسك انك بتميل لشخصية غير ثقافتك وغير جنسيتك وعلى فكرة الناس اللي هم غير ثقافتك وغير جنسيتك بيميلوا ليك كتير وكمان من حاجة تانية مهمة جدا لان برج الجوزاء عنده حالة من التغيير حالة من الفوآن يعني بتغير طريقة ستايلك بتغير جسمك اساسا بتغير طريقة تعامل خاصة بيك كأنك بتغير جلدك تماما انت عندك كأنك بتبتدي حياة جديدة شخص جديد تماما حتى كمان الناس اللي بتتعامل معاهم يا برج الجوزاء هيبقوا محسين او بالتغيير ده ده في طبعك في الشخصية العامة والتغيير ده بشكل عام هيخلي اشخاص كتير عينهم تتصلط عليك هيخلي ان فيه كتير يبقى عايز ان هو يبصلك ان هو ينجذب ليك الجو ده جدا مبدئيا احنا عندنا تأثير لحرقات كواكب كتيرة هتكون داعمة لنا جدا جدا زي بالزبط ان كوكب زوحل متواجد في برج قداله وكتير بيبقى الان من الموضوع ده هو كوكب زوحل بيبقى كوكب نحس شوية بس بيبقى على بعض الابراج اضافة يعني بعض الابراج بيبقى عندهم ده بيخليهم ان هم يبقوا مبسوطين في حاجة معينة او بيديهم كوة في حاجة معينة فعندنا النقطة دي كتير يعني مفيهاش قلق او مفي وجود كوكب زوحل في برج الدالو او مازال وجوده مش هيعني لنا قلق بالعكس هو مش هي اصلا انا لقيت كتير قوي او انا بلايه كتير قوي ان الناس بتبقى خايفة او من الموضوع ده كوكب زوحل في برج الدالو ده مش برج الجوزاء بس ده في مجموعة كبيرة من الابراج اللي هم القلقين ده تأثيره علينا ايه تتعرف اصلا ده تأثيره عليك انت هو ده بيخليك انك عندك تطلعات خارجية وبيخليك ان انت بتكون قوي جدا في المكان اللي انت مش متواجد يعني مش المكان اللي انت تعودت عليه يعني في سفر في انطلاقة خارجية هو ده المكسب الحقيقي ليك تمام يعني ده حاجة حلوة بالنسبة لك المهم حبيت بس ان انا اوضح النقطة دي عشان لسه كنت بتكلم مع حد في كانوا قلقانين من النقطة دي المهم برج الجوزاء بالنسبة لك كمان فيه الامور العاطفية لو انا هتكلم على الفترات الافضل فانا هتكلم على الوقت اللي هو يكون او هيكون من يوم او من شهر مارس بمعنى اصح لان من شهر مارس بيبدأ تأثيرات كوكب الحب كوكب الزهرة انه هو ينتقل بقى من حياة برج الجدي تماما يبقى موجود في برج الدلوة ومن هنا بتبدأ ليك اخبار سارة مصارات حقيقية في التطوير العاطفي او في وضع عاطفي جيد بالنسبة لك من شهر مارس هتبدأ ان انت يبقى فيه استقرار حقيقي في حالة حب جيدة فيه موليد فيه رجوع لعلاقات بشكل كتير قوي فيه حالة انت قادر على انك تثبت نفسك او تثبت تطهير نفسك من مشكلة عاطفية لو الشريك ان هو تظلم عليك او ظلمك او ان هو فيه حاجة مش لطيفة بتبقى قادر كتير على ان انت تثبت قوتك او مكانتك او انك تخرج برا الصندوق بمعنى اصح فعندك ايجابيات كتير حقيقية بتبدأ في الامور العاطفية من بداية شهر مارس مش بقى من بداية شهر مارس وبس لا هو انت عندك لو انا هقولك الافضل ثم الافضل في الشهور شهر مارس وكمان عندنا كمان من بعد 11 مايو الفترة اللي هي يونيو ويوليو جدا 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 فترة شهر اغسطس وكمان شهر اكتوبر لحد 30 لحد يوم 30 بعد يوم 30 هيبقى فيه معاكسة بعد يوم 30 فيه معاكسة شوية في الوضع العاطفي فلازم اخلي بالي جدا لو نوفمبر وديسمبر 2022 ليه لانا هيكون فيه معاكسة والمعاكسة دي هتخليني ان انا اقول لازم اخلي بالي من قراراتي انفعالاتي تصرفاتي لان احنا هيكون عندنا تأثيرات برضو من المريخ هتبقى علينا ضغطة شوية طيب اذا دي الوقت اللي هو الامسل لنا لو شهر مارس شهر بالنسبة لنا الجزء التاني من مايو ويونيو ويوليو واغسطس اكتوبر بالكامل الفترات دي هي الفترات الافضل في العاطفة فيها زواج الفترات دي فيها خطوبة فيها بداية لعلاقات عاطفية فيها تنظيم او استقرار بشكل كتير قوي فيها لم الشامل مرة تانية لو احنا عندنا مشكلة بسيطة او كان انفصال بس فيه قابلية للرجوع اما الانفصال اللي هو فيه خلافات وضغوط وي 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 انت قادر على اثبات حقك او اثبات قوة او اثبات مكانة كتير قوية او ان انت عايز تثبت انك انت كنت على حقه او انت افضل او مثلا امور قضائية شغالة فانت المنتصر فيها فدي نقطة هتكون متواجدة كتير جدا يا برج الجوزاء انا اتكلمت دلوقتي على الامور اللي ليه علاقة بيه الفترات الافضل اتكلمت على الوضع بشكل عام لما نيجي نتكلم على المكان اللي انت ممكن تتقابل فيه مع شخص يحبك او تحبه او الجو ده هو الامور المهنية وضع مهني او وضع دراسي او تنظيم لحاجة او مجتمعات لحاجة اجتماعي يعني لبعض الامور او الكورسات انا باخدها هيكون بالنسبة لك انك بتتقابل او بتقابل شخص هو بينجزب ليه جدا وانت بتنجزب ليه كتير من الامور المهنية اكتر الفترات اللي هتكون عندك فيها انك بتقابل شخص بيساعدك كتير في الوضع المهني او شهر مارس لان انت عندك اول 4 شهور و 10 ايام معاكسات مهنية لكن عشان برضو اكون صريحة معاك اللي هتلاقي حبيب او هتلاقي صديقك من الجنس الاخر بيدعمك والصديق ده ممكن يكون هو خارج بلدتك او دولتك او ثقافته غير ثقافتك وممكن يكون من نفس بلدك بس ثقافته تلونت بثقافة مجتمع اخر فدي نقطة مهمة كتير الشخص ده بيساعدك جدا جدا على تطوير ذاتك على ان هو يجيب لك شغل على ان هو يخليك تعمل بمكان معين فيساعدك جدا جدا الشخص ده هيبدأ ان انت تتعلق به بشكل كتير قوي وبعد كده بتدخل معاه في اطار مهني يعني نظام شغل او مشروع او شراكة ومن هنا بتبدأ تطوير فيه العلاقات العاطفية لحده ما بتوصل ليه قرار كتير قوي او تحصل على اتفاق او خطوبة او زواج من هذا الشخص فاذا انت عندك الوضع المهني فيه منه فرصة لحبيب بيدعمك وبيكون قادر جدا جدا على تقويتك بمعنى كتير قوي فكرة برضو انت الوضع المهني مش هيبقى سهل خلال العام ده انت فيه فرص كتير للتعاملات الخارجية اما لو انت بتشتغل في نفس المكان اللي انت فيه هيكون نبطن بيعكسك شوية المهمة برج الجوزاء انت عندك فيه الامور برضو العاطفية للناس اللي هما مرتبطين هيكون عندك بعض الضغوط شوية او المعاناة شوية في امور خلافات مع مديرينك في العمل او زميلك في العمل هيبقى فيه بعض الاختلافات لكن الدعم القوي هو الشخص اللي انت مرتبط به هيبقى بيدعمك جدا جدا بيقويت جدا بيخليك ان انت يديلك طاقة صبر يعني هيكون قادر على ان انت هيخليك صبور هيخليك ان انت بيديلك طاقة ايجابية بيدعمك فهيكون الشريك بيدعمك جدا جدا على مدار العام على تحمل اي مسئولية على تحمل اي مسئولية واتبدأ تحس بقيمة الشريك اوش يعني برج الجوزاء انت بتحس بقيمة الشريك لما بتقعفو مشكلة او ضغوط مهنية ولما تلاقي الشريك بيقف معاك بتحس بقيمته جدا جدا وهيكون عندك حتة اللي هو هتحس ان الدنيا كلها مش فارقة معاك قد الشخص اللي انت مرتبط به هقول لكم من ابراج ايه دلوقت بس امتكلم على الناس المنفصلين الناس المنفصلين ان انت هتوقع بتحن للماضي جدا وعايز ترجع له وعايز تصلح معاه قوي ده لو لسه فيه ابواب مفتوحة لكن لو الدنيا مقفولة بالنسبة لنا ضنك تماما هيكون فيه عندك انك عايز تثبت مكانتك عايز تثبت انك اقوى عايز تثبت انك احسن عايز تدخل في علاقة استقرار جديدة عشان لو انت مش فارق معايا انا دخلت علاقة تانية اساسا فيكون عند الناس المنفصلين دي تركيبة الدماغ اكتر حاجة او اكتر الابراج اللي هيكونوا داعمين لكم بقوة ويحبكم بقوة وينجذبوا لكم بقوة وهم القوة الزاتية لكم جدا يعني يدوكم دعم يدوكم طاقة من الابراج الترابية برج العزراء من الابراج الترابية برج العزراء من الابراج الهوائية برج الميزان من الابراج النارية برج الحمل من الابراج المائية برج السرطان دي اكتر الابراج اللي هيكونوا داعمين كتير لكم ويدوكم القوة بشكل كتير قوي وممكن العقرب بس السرطان اقوى من العقرب فاهمين يا قصود ايه؟ ده اكتر الابراج اللي هيكونوا داعمين لكم جدا جدا في المسائل العاطفية وبيبقى بيحبوكم وينجذبوا لكم كتير انتو كمان تبقوا منجذبين لهم جدا جدا عامة دي اكتر الابراج انا مش هاد سور عليكم اكتر من كده طبعا بتمنى لكم سنة سعيدة سنة لذيذة سنة مليئة بالمغامرات بس مليئة اكتر بالثقة بالنفس ومليئة اكتر بتحديات ومليئة اكتر بالسفر والمليئة اكتر بتعاملات مع شخصيات غير جنسيتك وغير جنسك وفيها نجاحات كتير قوية وفيها فترات صعبة وفيها فترات شوية نص نص وفيها فترات قوية وداعمة وتخليك انك تحتل لمكانات كتيرة وفيها رجوع لمكانة كتير قوية جدا 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 داخل ضرب من حديد يا برج الجوزان خاصة للناس اللي بتشتغل في اماكن قادة يعني مديرين مسؤولين شخصيات رسمية يعني فيكون عندهم القوة الاكتر شكركم جدا ما تنسوش لاعك وشير الاشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام